لم تكت زوبعة تشكيل الحكومة تنتهي حتى فتح شركاء العملية السياسية الباب أمام عاصفة أخرى شكلها مناصب هيئات يزعم بأنها مستقلة ومضمونها سراع نفوذ ومناصب يفضي إلى سيطرة ومكاسب جديدة مع حسم أغلب الوزارات في حكومة عبد المهدي تجاه تعين الأحزاب صوب 27 هيئة مستقلة تدار بالوكالة منذ 15 سنة ويسيطر على أغلبها حزب الدعوة بعد قرار للمحكمة الاتحادية المعروفة الولاء قضى بارتباط تلك الهيئات برئاسة الوزراء للبرلمان ملامح المعركة الجديدة ظهرت سريعا مع تحذير نواب في البرلمان من أنها ستكون أطول وأصعب من صراع الوزارات فالنائب عن تحالف سائرون محمد الغزي قال إن معضلة الهيئات ستكون متأزمة فمع وجود جهات سياسية لم تحصل على مناصب في الحكومة فإنها ستحاول نيل مناصب الهيئات وأوضح أن تحالفه يرفض تنصيب شخصيات حزبية لتلك المناصب ليعاد شعار تشكيل الحكومة نفسه والذي نسفته الوقائع وغنائم التقسيم لاحقا النائب عن تحالف البناء عامر الفايز قال إن قضية الهيئات المستقلة ستنتهي مثل الوزارات لمبدأ المحاصصة فجميع الكتل تظهر بالإعلام عكس ما تسعى له في الحقيقة وهو الحصول على المناصب مؤكدا أن الصراع على الهيئات المستقلة سيطول لتمسك جميع الكتل بالمحاصصة وهذا ما أكدته النائب عن اتلاف الوطني انتصار الجبوري بقولها إن آلية توزيع الهيئات ستكون نسخة عن آلية تشكيل الحكومة عندما تقدم الكتل السياسية أكثر من مرشح للهيئة الواحدة ويختار رئيس الحكومة أحدهم ويكون من الأحزاب أو الكتل السياسية حصرا مشيرة إلى أن ما حصل من خلافات على الوزارات سيتكرر مجددا وبهذا المشهد المعقد وسياسة اقتسام الغنيمة التي تنهش بالعراق منذ الاحتلال الأمريكي والتغول الإيراني لا يبدو أن شتاء العراق سيختلف عن صيفه اللاهب فإن لم تكن حربا على الأرض فهي صراع في أروقة الساسة يأخذ العراق أعمق إلى المجهولة